مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناة المطبخ الشامي معكم الشيف آيا واليوم رح أقدم لكم أطيب وصفة تقدروا تقدموها كطبق جانبي وعن جادة كتير طيبة يلي هي الجوانح بروفنسيال كتير طيبة ورح تحبوها أكيد بالبداية نحنا بحاجة إلى كيلو من الجوانح رح نقطعون بهيدا الشكل يعني كل أطعام من الجوانح رح نقصها لتنين ورح نعمل له صقوب بوسطة السكينة بهيدا الشكل مثل ما شايفين رح نعمل هيدا الخطوة كرمال يستوي عندنا الجانح أسرع أما لو رح ننقع الجوانح من قبل بنهار منقدرنا تخطى هيدا المرحلة رح نبلش بإضافة ملعقة من الملاح ونح نفرك الجوانح كلاته نسوا من بعدها رح نبلش بإضافة حامضة رح نعصرها وبنفس الوقت رح نحط في زبية الشريح طبعو للحامض لحط نضيفها فوق الجوانح نوعا منتركها تنقع رح نحطها بالبراد لساعتين أقل شي ومنقدر نتركها نهار كامل بكون أحسن وهلأ صار لازم نجهز المكونات يلي رح نستعملها بالمرحلة الجاي رح نبلش بالبداية بعصير حامضتين حجم وسط رح نعصرها أكيد ونحطفز فيها لحتى وقت بدنا نستعملها تكون جاهزة وكمان نحنا بحاجة لأربع سنين من التوم رح ننضفها كمان نتخلص من كل الأشور الموجودة عنا وكمان نحنا بحاجة لنص باقة من الكذبرة أو من الكذبرة وهيك صاروا جاهزين عنا التوم والكذبرة والحامض صار لازم نبلش بالجوانح الجوانح اللي تركنا هم منقعين لمدة ساعتين أقل شي بطنجرة نضيفة رح منحط ماء دافية ورح نسلق اللي جوانح تقريبا 3-4 سلقة بحال نحنا كنا نقعين اللي جوانح لنهار كامل نقدر نتخطى هيد المرحلة وأكيد بدنا نضيف ورق الغار والمطيبة بوعق جديد رح منضيف نص كوب من الطحين وفوقن رح ضيف كوب من البنكو يلي هو مثل الكعك بس هيدا بكون أخشم فوقن بد ضيف نص مع الأصغيرة من البهار الأسود مع الأكبيرة من البهار البصل ومع الأكبيرة من البهار التوم وكمن بد يضيف ربع ملعقة صغيرة من البهار الأبيض وفوقن بد يضيف معلقة ونص من الملح ونص معلقة من البابريكا ورح حرقون كتير منيح ومن بعدها بد يضيف ربع مقعب صغير من مرقل الجيج إذا في عنا بهار الجيج أكيد بنقدر نستبدله وأكيد ما بدنا ننسى نشيل الزفرة اللي بتطلع على الوجه ومن بعد ما يصيروا مستويين 3 ربع استوى رح منشيلهم بوعاء جديد ورح نضيف عليهم البهارات التالية بالبداية أكيد بدنا نبلش بإضافة ملعقة من الملح ربع ملعقة صغيرة من البهار الأسود وربع ملعقة صغيرة من البهار الأبيض ورح نحرقون كلا تنسوا كتير منيح وكمن منقدر نضيف زيت على الجوانح ومن بعدها أكيد بدنا نقول الجوانح اللي تقبلنا هون على الخليط اللي حضرناه يلي مكون من التحين والكعك وبدي غلفهم كلا ياتون كتير منيح من كل الجوانب بدي إياها تتغطى عشان وقت القلة يطلع شكلهم أحلى ويكونوا الجلد كلها تم أرمشي ومغطية كتير منيح وهيك رح بصيروا جاهزين عندي رح أخطفز فيهم بالبراد مثل ما زكرت نص ساعة أقل شي قبل القلة وبدي جهز الزيت يلي رح أقلي فيه قطع الجوانح أكيد بدو يكون الزيت حامل والزيت بدو يكون كتير يعني عشان لما سقط قطع الجوانح هيكون الزيت أعلى منهم لحتى يستووا وياخدوا اللون الدهب الحلو مثل ما شايفين بالفيديو يعني اللون الدهب الحلو وأكيد مغارمشين بمقلة جديدة رح ضيف 3 حصوص من التوم ورح أليون شوية صغيرة ورح أرجع ضيف فوقهم الجوانح اللي قليناه هون ورح أقلبهم كلها يتونسوا بهيد الشكل فوقهم رح ضيف الكزبرة اللي فرمناها أكيد رح تكون مخصولة وبين بعدها كمان رح نضيفها فوق الجوانح والتوم رح نقلب مرة تانية بنقدر نضيف ملح إذا بدنا بس أنا بهيد المرحة اللي مضفت اكتفات بالملح اللي ضفته على الجوانح وخليط الطحين وأكيد بدنا نضيف عصير الحامض ورح نقلبهم مرة تالتة وأخيرة وأنا بنصحكم تجربوا لهيدا الوصفة لأنه عند جدة كتير طيبة وبنفس الوقت هينة وما بده كتير مكونات فبتقدروا تحضروا بقلب البيت والكلة حيحبها وكمان كتغيير للوصفات المعتادة اللي بنعملها بتمنى منكن تجربوا وتخبروني رأيكم بالتعليقات كل اللي بحب الوصفات الحامضة والمقارم الشيء أكيد رح يحب هيدا الوصفة وأنا حبيت قدمها بهيدا الشكل إن شاء الله تكونوا حبيتو بتمنى منكن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس كما كنت شاف آية من قناة المطبخ الشامع وأكيد انترونا بوصفات جديدة ومتنوعة على صفحة المطبخ الشامع اشتركوا في القناة